بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذه الآية أشكلت على الكثير وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الحقيقة ما هو تفسير هذه الآية حسب الحقائق العلمية الحديثة؟ الملحد ينكر هذا الكلام يقول لك أنا ليس لعلم أنا لم أشاهد الله عز وجل عندما أخذ من ظهور بني آدم ذريتهم ولم أرى ولم أسمع كيف أشهدني على نفسي أنه موجود أو كذا بالنتجة يقولون هذه خزعبلت انظروا أيها الأحبة أنا أريد أن أفهم هذه الآية على ضوء العلم الحديثة الاكتشافات الحديثة الحقيقة جامعة أكسفورد نشرت دراسة وجدت بشكل يقيني أن الإنسان الملحد أو المؤمن بغض النظر عن عقيدته يميل فطرياً للاعتقاد بوجود الله بوجود خالق للكون الدراسة التي قاموا فيها أو قاموا بها أخضعوا عدداً من الأشخاص لتصوير دماغهم بجهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي ووجدوا أن استجابة خلايا الدماغ تتناقض مع ما يفرضه الملحدون يعني الملحد يفترض أن الطبيعة هي التي صنعته وأنه لا يوجد إيمان بالله مغروس في داخله في أعماقه هكذا يفترض الملحد بناء على فرضية الملحدين هذه ينبغي أن يعمل الدماغ حسب المعلومات التي يتم إقحامها فيه يعني مثلاً إنسان نشأ على الإلحاد منذ أن كان طفلاً وهو لا يعترف بوجود الله ولا يعلم من هو الله ولا يريد أن يعلم ينكر تماماً وجود الله طيب لماذا في دماغه ينشط مركز الخوف عند الذكر اسم الله لماذا ردود أفعاله اللاشعورية والتي تتمثل في نشاط مناطق محددة في الدماغ هذه المناطق تنشط وتتفاعل مع حقيقة وجود الله يتفاعل معها دماغ الملحد حتى يعني دماغ الملحد يعترف أن الله موجود ولكن هو بلسانه يقول عكس ما يبطن ما الذي يجعل علماء ربما علمانيون ملحدون المؤكد أنهم غير مسلمون يقولون إن الإنسان يميل بفطرته وغارزته للإيمان بالله سبحانه وتعالى هناك أطفال أجريت عليهم تجارب لشرح نظرية التطور وأن الإنسان جاء عبر سلسلة من التطورات وأن الكون لا خالق له كما تقول نظرية التطور لاحظوا أن أدمغت هؤلاء الأطفال لا تستجيب لهذا الكلام لا تتفاعل مع هذا الكلام عندما أخذوا هذا الطفل وأخضعوا دماغه للتصوير أيضا لمعرفة النشاط الذي يحدث وأبلغوه بقصة الكون البسيطة جدا والعفوية والتلقائية أن الله هو الذي خلق الكون تفاعل دماغه بطريقة كاملة مع هذه المعلومة وبالتالي هذا دليل على أن الإيمان مغروس في خلايا جسدنا حتى أن أحد العلماء قال إن الإيمان بالله موجود في كل شريط وراثي داخلنا موجود في الجينات تركيب الجينات على الشريط الوراثي توزع الجينات يقول إن الله موجود يشهد بوجود الله هذا هو معنى أيها الأحبة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم طبعا الإنسان يتألف من مئة التريليون خلية ولكن كل هذه الخلايا فيها شريط وراثي فيها عدد من الكروموزومات عليها المعلومات الوراثية الخريطة الجينية المعلومات الجينية المعلومات الوراثية التي تحدد شكل الإنسان ومشاعره ومخاوفه ومعتقداته حتى وما يؤمن به وما يتفاعل معه موجودة في داخلنا وبالتالي الخطاب هنا للملحد أنت لا تستطيع أن تنكر دراسة جامعة أكسفورد ولا تستطيع أن تنكر دراسة التي قامت بها جامعة هلسينكي في اللندا والتي أثبتت إحدى الباحثات أن الملحد يؤمن بالله سرا هي تقول بالحرف الواحد الملحد يؤمن سرا بالله في داخله يؤمن بالله لذلك نحن قلنا كما قال الله تعالى وجحدوا بها بلسانهم وجحدوا بها بألسنتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لماذا جحدوا ظلما وعلوا شيء الملحد اليوم يتكبر ويظلم نفسه بل يظلم الحقيقة العلمية للأسف لا يعترف بالحقائق العلمية عندما تقول يقول لك أن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية ونوجه سؤال ويستطيع كل واحد منكم أن يوجه هذا السؤال لجوجل أكتب على جوجل كيف نشأ الإنسان لا تكتب كيف خلق لأن نظرية التطور لا تعترف بالخلق تعترف بالنشوء تطور ونشوء من جنس إلى آخر إذا كانت نظرية التطور حقيقة علمية مثل مثلا حقيقة أن هذه السيارة موجودة هذه حقيقة علمية أنا استطيع أن أقول لك طولها وعرضها واستطاعة محركها وسرعتها وأعطيك كل التفاصيل ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك سأقول له تفضل هذه أجهزة القياس وقسم نفسك هذه حقائق طيب نظرية التطور إذا كانت حقيقة علمية أكتب على جوجل كيف نشأ الإنسان حسب نظرية التطور ستجد مئة فرضية كل عالم يقول لك شيء ولا عالم اليوم يستطيع أن يحدد لك متى نشأ الإنسان طيب كيف تقول حقيقة علمية وأنت لا تستطيع أن تخبرني متى نشأ وأين متى فقط تاريخ نشأ لا يعلمون طيب من أين نشأ قل لي ما هو المخلوق الذي تطور منه وكيف تطور ستجد مئات الفرضيات أكتب على جوجل مثلا كيف نشأت اللغة عند الإنسان ستجد مئة فرضية منهم من يقول تعلم من أصوات الريح وأصوات البحر وكذا ومنهم من يقول كلام كثير وفرضيات كثير إذن أين الحقائق يعني أنا هذه السيارة من غير المعقول عندما تسألني مثلا ما طولها أقول لك ممكن خمسة أمتار ممكن ستة أمتار ممكن خمسين متر ممكن ثلاثة سنتيمتر هذا غير منطقة غير هذه إذن ليست حقيقة الحقيقة اليقينية أنك تستطيع أن تحدد كل شيء بدقة طيب الحيتان وهي كائنات ثديية تتكاثر بالأرحام بالولادة عكس الأسماك التي تتكاثر بالبيض طيب هذه الحيتان من أين نشأت أكتب كيف نشأت الحيتان ستجد فرضيات غير منطقية يقول لك هناك كائن يشبه البقرة عبر ملايين السنين أضطر للنزول في الماء واحتاج أن يكون له مثلا زعانف وأن تكون له فتحة من أعلى واحتاج أن يتنفس تحت الماء أو يستطيع أن يختزن الأكسجين واحتاج أن يكون تصميمه هكذا إنسيابي ليناسب أن يحقق مقاومة صغرى في الماء ليستطيع السباحة وبالتالي عدل نفسه وتحول إلى حوت طيب هذه حقيقة طيب قل لي ما اسم هذا الكائن أين هو قل لي كيف حدث هذا التعديل يعني هذا الكائن الذي يعيش على البر جلده مصمم للحرارة والهواء والرطوبة لدرجة حرارة مناسبة على الجو جلد الحوت مختلف تماما مناسب لي بيئة الماء لأن الجلد على الكائنات التي تعيش على البر إذا أدخلته في الماء لا يتناسب نهائيا طيب هذا الكائن الذي يتحرك على الأرض على اليابسة حركته ثنائية فقط مسطحة الحوت يتحرك حركة ثلاثية للأعلى والأسفل ويسار وكذا طيب كيف تطور دماغ هذا الحوت وتمكن من هذه الحركة كيف تطور دماغ هذا الحوت وتمكن من التكاثر وكذا تحت الماء طيب يعني إذن هي نظرية وأنا أفضل أن أقول فرضية ليست نظرية لأن النظرية لها ما يؤيدها نظرية التطور ليس لها شواهد تؤيدها أبدا من الواقع المهم أخي ولكن يروجوا لها لأنها تخدم الملحدين ببساطة طيب لنفترض أن نظرية التطور صحيحة طيب الإيمان بالله الميول للإيمان بالله الفطر الغريز الذي اكتشفه العلماء عند الإنسان من أين جاء هذا السؤال من أين تطور هل تطور من القرود أو من كائنات أخرى من أين جاء يعني لا تفسير لذلك لماذا دماغ الملحد يتفاعل مع ذكر اسم الله لا أحد يجيب إذن هذه الآية كأنها تقول لك إن الله وضع فيه ما معنى ذرية أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ما هي الذرية يمكن أن نقول هي الشريط الوراثي هي هذه الجينات المتوضعة التي فيها كل معلومات ذرية وضع فيها الإيمان بالله أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى ففي داخل هذه الجينات هناك معلومة موجودة في الداخل تؤكد أن كل إنسان في قرارة نفسه يعترف بوجود الله وهو ما أثبتته الباحثة الفنلندية في داخلك أيها الملحد معلومة تعترف بوجود الله ولكن أنت ظاهريا تنكر لماذا بلسانك فقط تنكر لأنك الذي يمنعك من الإيمان هو الاستكبار فقط يعني الآن أنت كملحد نفرض أنه يوجد أحد ملحدين هنا ما الذي يمنعه أن يقول لا إله إلا الله فقط التكبر لأنك إذا نظرت في هذا الكون أنت لا يستطيع دماغك أن يتحمل أن تجد هذا اللوح الزجاجي إذا قلت لك وجد بالمصادفة فلا تصدق وهو شيء بسيط جدا طب كيف تصدق أن دماغك هذا الذي فيه مئة مليار خلية وكلها تعمل مثل مئة مليار جهاز كومبيوتر بتنسيق شديد الدقة كيف تعتقد أنه جاء بالمصادفة هكذا عشوائيا إذا أنت تغالط نفسك طبعا يوم القيامة أيها الأحبة لا يستطيع الملحد أن يهرب من هذا الجواب لا يستطيع الملحد أن يهرب من حقيقة أن الله موجود أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلقنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يفصل لهؤلاء الملحدين يفصل لهم الآيات ويوضح لهم الآيات لعلهم يعودون إلى الله طب يا أخي والله هذا إله عظيم إله كريم أنت تكفر به وتلحد وتشرك وتسيء الظن بالله بل تنكر وجود الله أصلا ثم هذا الخالق الرحيم يدعوك ويقول ولعلهم يرجعون يعني يريدك أن ترجع إليه كم هو رحيم كم هو محب لك يدعوكم يعني يريد أن يدعوك لتؤمن به يريد أن يدخلك الجنة يريد أن ينعمك في الدنيا والآخرة والله أيها الأحبة لا يوجد ملحد في هذه الدنيا قلبه مطمئن أبدا أنا أقسم لماذا هم مطمئنون ظاهريا بالدنيا فقط كما قال الله تعالى إن الذين يريدون الحياة الدنيا واطمأنوا بها هناك آية في سورة هود الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هؤلاء الذين اطمأنت قلوبهم ظاهريا أما في الحقيقة في الواقع ليسوا سعداء ليسوا مرتاحين لأن شبح الموت يطارده هو يخاف من الموت يخاف من المجهول هو في قرارة نفسه معذب عندما يفكر بالموت يخاف كثيرا لا يدري ما الذي يفعله يعيش حياة الأسى والندم أي شيء يحدث معه ليس لديه مرجع يتوكل عليه ليس لديه شيء يأنس به إذا حدث معه حادث يبقى يلوم نفسه أو يلوم الآخرين لو فعلت كذا لما حدث هذا ولو أنني لم أذهب لم يحدث كذا ولو يبقى يعيش حياته في ولو التي تفتح عمل الشيطان كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام بالتالي أيها الأحبة يعني أنا عندما أقرأ هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى اعترفوا أن الله موجود سبحانه وتعالى واعترفوا في أعماق خلاياهم موجودة هذه المعلومات هذه المعلومة لا يستطيع أن ينكرها يوم القيامة لأن الله تعالى يقول فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد إذن أنت اليوم أيها الملحد بصرك يرى ما لم تكن تراه في الدنيا يعني عندما يقف الملحد أمام النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بالله عليكم سينكر أنه كان ملحدا يعني الملحد عندما سيقف أمام النار هل يستطيع أن ينكر والله تعالى يقول له أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تصبر لا تصبر فما أصبرهم على النار يا لطيف هذه آية مرعبة والله أيها الأحبة هذه في حق الذي اشترى الحياة الدنيا بالآخرة باع الآخرة واشترى الدنيا فما أصبرهم على النار طيب أنت يوم القيامة لن تستطيع أن تنكر وجود النار لأنها موجودة وستعذب بها ولن تستطيع أن تنكر وجود الله لأن الله سيكون موجود ومطلع عليك وسيعذبك بالنار ولن يكون لك رأي ولا قرار وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم واستسلمون طيب يا أخي الحبيب أنت الآن في فسحة من العيش وأنت الآن الله سبحانه وتعالى زودك بالعقل وهذه الدراسات العلمية تثبت لك أن الله موجود تثبت لك أن الإنسان في داخله يميل للإيمان بالله تثبت لك أن الإبداع الذي هو موجود في الكون لا يمكن أن يأتي بالمصادفة هذا النظام الدقيق آلاف العلماء يقولون لك إن احتمال نشوء ليس مخلوق واحد مثل الإنسان بروتين بروتين وليس خلية بروتين فقط أن ينشأ بالمصادفة احتمال ضعيف جدا لدرجة أنه يحتاج لأكثر من عمر الكون فكيف أن تنشأ خلية واحدة بالمصادفة وكيف أن ينشأ هذا الكائن الإنسان بالمصادفة كل هذه خزعبلات أنت الآن تنكرها فقط لتتبع الشهوات ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإذن الفرصة أمامك أولا إذا آمنت بالله ستعيش حياة طيبة سيصبح لديك هدف أنا أحمد الله كل يوم كثيرا على نعمة الإسلام لأنني درست عقلية الملحد وكيف يفكر وكيف يعيش وماذا يعتقد الملحد يعيش في ضنك في أسى في أمر مضطرب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب دماغه مضطرب غير متوازن يعيش حياة عيسى في داخله في أعماقه لا يغر أنك المظهر الخارجي طيب الإيمان بالله يخلصك من هذه الحياة تعيسى إذن هذه مصلحة لك الإيمان بالله يعطيك هدف الإيمان بالله يجعلك تصبر على ظروف الحياة الإيمان بالله يجعل لحياتك طعم هدف أنا أعيش من أجل هدف الإيمان بالله يجعلك تفتخر بنفسك أن الله كرمك ولقد كرمنا بني آدم ليس أنك حيوان تطورت إلى كائن حي وستذهب وتتحول إلى تراب لا قيمة لك لا الإسلام القرآن أعطى قيمة عالية ولقد كرمنا بني آدم تكريم من الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من روح الله عز وجل طب الإيمان بالله يمنحك الطهارة طهارة شيء جيد طبيا هي أساس الطب الوقاء اليوم الطهارة والنظافة الشخصية وتنظيف الأسنان والحفاظ على الوضوء والاغتسال إلى آخره الإيمان بالله يمنحك العفو والتسامح أنت كملحد من أجل من تتسامح من أجل من تصبر إذا جاء من يظلمك أو يأكل حقك من أجل من ستصبر ستموت قهرا لذلك أكبر نسبة علميا بين المنتحرين هي من الملحدين لأنه فقد الإيمان بالله سبحانه وتعالى طيب الإيمان بالله يمنحك الأمل بالحياة يجعلك تحب الحياة والدليل أن أقل نسبة للانتحار هي بين المسلمين الذين يؤمنون بالله لأنهم يحبون الحياة هناك حب ليس هناك حرص على الحياة بل هناك حب للبناء والعمل والحياة المطمئنة أكثر الشعوب تكاثرا هم المسلمون وهذا حسب دراسات تحدثنا عنها كثيرا مركز بيوريس بيو الأمريكي بيوريسيرج هذا مركز أبحاث أمريكي الشهير يقول الإسلام هو أسرع الديانات انتشارا والمسلمون هم أكثر الشعوب نموا نسبة التكاثر هذا دليل على حب الحياة إذن أخي الحبيب هذا الأمر يجب أن نعتقد به يجب أن نعتقد أن الله على كل شيء قدير يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يبدل حالك من حال سيء إلى حال جيد ولكن بشرط واحد أن تؤمن به سبحانه وتعالى لا أريد أن أطل عليكم نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق